طبعاً يعني منشوف التدهور الأخلاقي يعني بعد هاي الإصحاحات لكن في إصحاح خليني أشوف يعني بيتكلم عن الزواج في إصحاح 6 وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات فطبعاً البعض بيدعي فاتخدوا طبعاً لأنفسهم نساء من كل ما اختاره فقال الرب لا يدين يعني مش رح يضل روحي في الإنسان لزيغانه إنه بشر أو هو بشر وتكون أيامه 120 كان في الأرض طغى يعني طبعاً اللي هي نفليم اللي نوع من الجبابرة يعني الجنس معين من الناس اللي هو الجبابرة ممكن توضح لنا الفكرة أنه بعض بيقولها ها شايف في ناس من خليقة أخرى غير آدم وحواء ده الكلام ده حصل في وقت نوح وده كان حوالي 1600 سنة من بدء الخليقة فالطفان حوالي سنة 1650 من بدء الخليقة تمام؟ فدي مدة زمنية مش قليلة في الفترة دي الإنسان عمال يبعد عن الله يبعد عن الله يبعد عن الله فالكلمة بتاعت أبناء الله وبنات الناس ناس فكروها يعني فيك أكثر من مدرسة للتفسير هقولهم بسرعة وهقولك أنا مستريح لإيه في ناس قالوا أن أبناء الله دول الملائكة الساقطين أخدوا أجساد وتزوجوا بين النساء ده طبعا فيه مشكلة كبيرة أن يكونوا ملائكة وياخدوا أجساد لأنه لازم الزواج عشان يحصل يبقى فيه جسد مع جسد دي فكرة ليها مشاكل كبيرة قوي بالإضافة لأنه ما نقدرش نقول عن الملائكة الساقطين أنهم أبناء الله دولا ساقطين فيه ناس تاني قالت أنه أبناء الله اللي هم نسل الشيس النقي وبنات الناس اللي هم بقية النسل فاختلط الناس اللي بيعبدوا الله بالناس اللي مش بيعبدوا الله ناس تاني قالوا أنه أبناء الله دي كانت ممكن بتطلق على الحكام والناس القادة لأنهم تزوجوا من عمّة الشعب وكانوا طغا وأخطأوا في علاقتهم لكن الخلاصة أنه شر الإنسان زاد على الأرض وكان طغا ومنهم النافثالين دولة العمليق اللي الرب أضع عليهم وأضع على كل البشر لأن الهدف من الطفان أن يقضي على البشر فلو قلنا ملايكة تزاوجوا مع بشر طب المنتج بتاعهم إيه بشر ولا ملايكة ولا إيه بالزبط فأنا ارتياحي الشخصي أنه هم نسل شيث اللي بيع عبد الرب مع نسل البشر العاديين اللي هم مقايين وغيره والنتيجة أنه كان فيه العمليقة دولة العمليقة دولة بنلاقيهم مرة تانية بعد الطفان لأن الرب كان بيحارب عمليق للرب حرب مع عمليق من دور إلى دور فكون أن العمليق دولة انتهوا في الطفان ده لا ينفي أن في ناس تاني كانوا جاينس جابابرة اتولدوا بعد الطفان طبعا منهم الفلسطينيين القدماء كانوا طوال يعني بني عناق وكانوا مثل جوليات الجبار واخوته التلاتي وكده كانوا كل واحد طوله سبع تمن أقدام أو تسع أقدام في تلك الفترة يعني طبعا فوجود العمليق ما هياش مشكلة خالص أو النفالين دولة ما هماش مشكلة خاصة خالص ولأن الغرض من الطفان هو القضاء على كل بشر فلازم يكون المنتج دولة بشر ما يكونوش حاجة تاني فدي قضية يعني فيها أراء كتيرة وأنا أعرضت ثلاث أراء منهم لكن اللي عايز أقوله أنه ده لا علاقة له بالخليقة أنا بحب أأكد كمان لأحباء المشاهدين لأنه كتير مرات بحبوا يعرفوا شو رأينا في الموضوع أنا أؤمن بسفر التكوين أنه الله خلق كل شيء كجنسه يعني ميز هذه الفكرة أنه عدم التزاوج ويكفي كلام المسيح يكونون كملائكة الله لا يزوجون ولا يتزوجون بعض بيقول على أساس أنه طيب ما في الملاكة ظهرت بجسد وأكلت طيب شو اللي بيمنع إحنا ما بدنا نزيد على كلمة الله أو ننقص من كلمة الله حتى نستنتج يعني بالعربي بفلسطين نحن نقول تطعج الكلمة تناسب إيمانك الشخصي فالكتاب بعلم أنه كل الخليقة كجنسه وإنت يعبر طبعا يعني بالخلق والناس والحيوانات أنه مثل الذئب والذئبة لكن منها يمكن توزعت الجنات لكن كله كجنسه كجنسه ترجمة نانسي قنقر